حققت مصر خلال العام الماضي إنجازات هامة على المستويات المحلية وكذلك الإقليمية والدولية في مجال مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وخلال احتفال اللجنة الوطنية التنسقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر باليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر أشارت السفيرنا إلى جبر في كلمة ألقتها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أشارت إلى تصدر الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمنع ومكافحة الإتجار بالبشر 2022-2026 تصدرها لقائمة الإيجابيات نحن كل شغلنا هو مع المنظمات الدولية وفيه اهتمام بذلك ودليل على وجودهم كلهم معنا وأيضا دليل على مشاركتهم في تنفيذ البرامج والاستراتيجيات المصرية وده في إطار احترام مصدقية مصر وجديتها في التعامل مع الموضوع هنا مثال جيد يحتزى به على المستوى الاقليمي ليس المحلي فقط الاقليمي الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر فرصة لتهنئة الدولة المصرية على إنجازات مهمة قطعتها الدولة أو حققتها الدولة لمنع الهجرة غير الشرعية عبر أراضيها وده منع أسوأ صور الاتجار بالبشر اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر يهدف إلى التوعية بالجريمة وبأهمية حماية الضخايا وكيف يتم استغلالهم ونوعية الدعم الذي يحتاجونه وأيضا رفع الوعي مهم لضخايا هذه الجريمة ولابد من إعادة دمجهم نحن نعمل على قضية الاتجار بالبشر بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على عدة محاور وهي المنع والتجريم والإنقاذ والحماية